حقوة ريفايتالايزي ثيرابي العلاج بالماء ساخن للدكتور فارس الحجري أدلات قصصية تجارب المستفيدين أمراض وفوائد صحية متنوعة تحاسن امرأة عربية كانت تعاني من الضغط بالمثانا الحمد لله عملت التجربة لمدة شهر فقط ما كنت أقدر أنام على ظهري أحس دائما ضغط بالمثانا وامتلاؤها بالبولة رغم أنها فارغة وألام كنت أشعارها بالرحم وخلال ثلاثة أيام من التجربة بدأت أحس بالتحسن وقدرت الأول مرة أنام على ظهري وما يجيني الانزعاج من ضغط المثانا وقلت ألام الرحم وضف للراحة النفسية العالية ليا شعرت وللأسف لتنقل الكثير وما قدرت أعمل التجربة أكثر من شهر ولكن كلما تسمح الفرصة بعمالها لمدة يومين أو خمسة أيام وفعلا تجربة روعة أتمنى من الكل يعملها أن ما نفعت ما ضره وشكرا دكتور ويا رب ينفع بك أمته ويجعل ما تقدمه بميزان حسناتكم شفاء مواطنة جزائرية من ضيق التنافس وضغط الدم بارك الله فيك يا دكتور على الإنجازات العظيمة في هذا المجال الصحي الذي لا يكلف درهم ولا دينار إلا الإرادة الفلاذية للاستمرار والإيمان بالشفاء أنا جربت الماء الساخن لعلاج ضيق التنافس وأعطى النتائج جيدة حتى الضغط مستقر والحمد لله عندي عام وأربط أشهر وأنا أستخدم في الماء لك جزيل الشكر يا دكتور واصل ولا تلتفت للحاقدين عندنا مثل فيلم جزائر يقول الكلاب تنبح والقافلة تسير واصل جزاك الله خيرا عن هذه الأمة تجربة شفاء مواطن سعودي من ارتفاع الكوليسترول بالدم وحمض اليوريك في الدم والتهاب متكرر بالحلقة واللوزتين وارتفاع ضغط الدم والربو التحية والتقدير لشخصكم الكريم الدكتور الفاضل فارس بن راشد الحجري كم تساءلت ويدور في خاطر شيء واد كتابته إليك وإلى كل الأطباء والأصدقاء والأوفياء رجال ونساء شيوخ وعلماء كبار وصغار والله من وراء القصد سؤالي هو لماذا لم نجد نصيحة شافية وكافية من الأطباء كنصيحتك يا دكتور فارس كم من مستشفى ضج وتزاحم بالمراجعين والموجعين والمنومين والمشتكين المتألمين والمتأملين بالعلاج الكافي الشافي بإذن الله والنتيجة أنواع وأشكال من العلاجات والمضادات الحيوية والعققير الطبية ذات الشفاء المؤقت وبعد وقت قصير تزداد الأوجاع أوجاع أخرى وتقل المناعة بشكل مخيف يحدد حياة الملايين ومن سيء إلى أسوأ لماذا بعض الأطباء يصرف أشكال وأنواع وألوان من العلاجات التي لا تنفع بل قد تضر المريض لماذا لا ينصح الأطباء المرضى بإتباع الأسليب الصحيحة لصحة أفضل بإرشادهم مثلا لشرب الماء الساخن والمداومة عليه أين النصيحة في الطب أم أنهم يجهلون ذلك؟ أكتب لكم كلماتي وأنا مجرب شرب الماء الساخن حتى الآن سنة وشهرين وبعد ما كنت أعاني من ارتفاع الكوليسترول بالدم وارتفاع حمض اليوريك أسيد في الدم والتهاب متكرر بالحلق واللوزتين وارتفاع ضغط الدم والربو وبعد شربي للماء الساخن والمداومة عليه كما جاء في توصية الدكتور فارس الحجري جزاء الله خيرا مباشرة بدأت صحتي بالتحسن التدريجية وبفترة قصيرة والآن أنا ملتزم التزام تام ببرنامج الدكتور فارس الحجري وقد أغناني الله جميع العقاقير الطبية والحمد لله من قبل ومن بعد وأود أن أكرر شكري وتقديري للضح ثم لك يا دكتور فارس على إنسانيتك وعلى اهتمامك بما يسعد الملايين من البشر بالصحة الشاملة وهي العلاج بشرب الماء ساخن وأنصح الجميع بذلك لتوفره ولنفعه المجرب أخوكم محمد العنزي من الشرقية السعودية لا مانع من النشر بارك الله فيك رسالة خاصة من أخيكم الدكتور فارس بن راش بن سالم الحجري مواطن من سلطنة عمان إلى كل العالم سبحان الله الذي جعل لكل دواء سبحان الله الذي خلق الإنسان في أحسن خلقه سبحان الله الذي جعل الإنسان أحب وأعقل وأقوى وأفضل وأغنى مخلوق سبحان الله الذي خلق الإنسان من جسد وروح سبحان الله الذي نفخ من روحه إلى كل مخلوق بشرية سبحان الله الذي جعل الماء الساخن تحديداً عما يحملها من مكونات طبيعية لا تتوافر جميعها إلا من خلال هذا السائل الربانية المصدر الوحيد والاستثنائية في خلق وتكوين كل مخلوق بشرية سبحان الله الذي جعل هذا السائل الربانية وهو الماء الساخن تحديداً المصدر الوحيد والاستثنائية للحياة الكونية على هذه الأرض فلا للحياة الصحية الشاملة لكل مخلوق بشرية من دون ما يحملها المأساخن من هذه المكونات الطبيعية جعلها الله سبباً ولا للحياة الكونية على هذه الأرض من دون ما يحملها هذا السائل الربانية جعله الله سبباً نعم انتهت حرب البشرية ضد الأمراض ومنذ 13 سنة حتى تاريخي على التواصل كل من التزم التزاماً شاملاً بجميع المبادئ الأساسية للماء الساخن الستة أولاً الإيمان بفوائده ثانياً التطبيق ثالث الاستمرار رابعاً التقدير خامس المواضبة سادس فهم زياه بقدر المستطاع فنال نصيبه من هذا السائل الربانية ينعم بصحة شاملة الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية وأخيراً يدعوكم أخوكم الدكتور فارس الحجري كل من أنتفع بالفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن انضمامه إلى هذه السفينة اللانهائي هذه القافلة العملاقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر